افلاس وشيك ينتظر خزينة العراق هو ما يتداوله مسؤولون حكوميون ونواب في البرلمان مؤخرا بعد الانباء التي تحدثت عن نية حكومة الكاظم الحالية الاقتراض مرة اخرى بحجة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين حتى نهاية العام الجاري 27 تريليون دينار هو المبلغ الذي تنوي الحكومة التقدم بطلب الى البرلمان لتأمينه الامر الذي استبعد نواب تحقيقه لا سيما بعد ان صرفت الحكومة القرضى المالي السابق الذي بلغ اكثر من 15 تريليون دينار دون تأمين رواتب الموظفين وبدل تقديمها برنامجها لاتفادي الانهيار الاقتصادي بعد شهرين من انتظاره فاجأت الحكومة الجميع بتقديمها طلب اقتراض ثاني دون الحديث عن معالجات اقتصادية تذكر طلب الاقتراض الجديد سبقته مفاوضات مكثفة في وقت سابق من العام الجاري مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي يصل الى 5 مليارات دولار بحسب وكالة بلومبرغ الامريكية اللجنة المالية النيابية وبرلمانيون اكدوا ان العراق سيعلن افلاسه خلال الاشهر الستة المقبلة في حال استمرت الحكومة بالمضي في سياسة الاقتراض التي من شأنها تقويض الاقتصاد بالكامل وفي الجهة المقابلة تقف خيمنة الاحزاب الفاسدة على ايرادات الدولة عائقا امام اي خطوة لانقاذ الاقتصاد من الانهيار او تأخير انهياره في اقل تقدير فالاحزاب التي ما زالت منسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات وشبكات الاتصال وسوق العملة الاجنبية وغيرها تمنع وفقا لبرلمانيين اي خطوة جادة لايقاف نزيف الخزينة التي تعتمد في معظمها على ايرادات النفط